نتحول إلى أحدث البيانات حول عدد جرعات اللقاحة في الصين حيث تم استخدم ما يقرب من مليار وثلاثمائة مليون جرع في أنحاء البلاد حتى أمس السبت في حين أفيد بأنه تم تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بالوباء في البر الرئيسي يوم سبت جميعها وافدة وفي سياق متصل خففت مقاطعة جواندون جنوب الصين قيودها المفروضة بسبب كوفيد 19 بعد احتواء تفشي الوباء مؤخرا وأصبح بإمكان سكان المقاطعة السفر دون الحاجة إلى نتيجة سلبية لاختبار كورونا لكن مواطني مدينتي شنجين وجواندون لا يزالون بحاجة إلى نتيجة سلبية للاختبار قبل السفر هذا وتمت إعادة فتح معظم دور السينما في مدينة جونجو وفي منطقة تايوان تم تأكيد 37 حالة إصابة منقولة محليا مع حالتي وفاة جديدتين